يا مساء النور والنعيم أينما كنتم حابت ديري مشروع وخايفة ومتردى وما كيش عارفة ووش ديري في هذا الشتاء جبنا لك مشروع بسيط بإمكانيات قليلة تقدري أديريه بكل أريحية ومطلوب جداً صرتو في هذا الشتاء عندنا هذه القطعة تاعة القماش متوفرة عندنا وباقية في الورشة تقدري أديريها حتى من بقايا القماش ما تديلكش ياسر القماش هذا جاي قطني تقدري أديريه بالقاظفة تقدري أديريه بالقماش البولير إحنا هذا الرغم توفر عندنا العرض القماش تاعة هذا مدر ونصف في آخر الفيديو نعطوك الباطرو والقياسات اللي تديريها بالجملة أنا طبقي القماش تطويه على 2 طول المربع اللي نديره هو المستطيل 28 في 25 سنتيم رامطو القماش وإلا عندك قطعة القماش ما تجيكش طيط القماش كبيرة يعني 25-25 يعني 50 سنتيم إلا ما عندكش تقدري تديري قطعتين فيهم 25 في 28 و 25 في 28 تجيك الخياطة على الرأس سيدتي 28 سنتيم جاية مجيت الوجه 25 سنتيم جاية في الرأس إن شاء الله تكوني إفهمتيني تقصيها 28 من جيت الوجه سيدتي طيط القماش راها من فوق من جيت 25 إلا ما ساعدتكش طيط القماش مش مشكلة قدري تخيطيها ننزلوا من الجهة للفوق 13 سنتيم ومنها 13 سنتيم كما وضح في الفيديو نديره خط منحني هذا لجيه من جهة الرأس من الخلف تقدري تديريها غير بيدك 74 أصابيع وأربع أصابيع وتديري خط منحني وتقصيها السيدتي القماش هذا راها متوفر في المحلات بكل الألوان تقدري تديري به مشاريع أخرى في فيديوات أخرى نعطوك الأفكار اللي تديري به هات القماش القطني نحتاجه في هذا البوندانا الاستيك الاستيك إذا كنت تديري مشروع تخدمي بالجملة من الأحسن نجيبي الاستيك اللي را هم وضح في الصورة الرقم التاو 16 أو 14 يعني الرقم التاو مش السمك التاو الرقم التاو 16 أو 14 هذا يجيك سوليد وحتى بالغسيل الاستيك هذاك ما يترخفش يعني الملابس هذي نلوحها في الماشينة والماشينة بالدور الاستيك هذاك يترخف هاته النوعية أملحة تساعدك وإلا كان غير لك أنت أي استيك متوفر نديري 20 سنتيم في الطول تعليستيك إلا ما عندكش 20 سنتيم ما الشرط تديريه بين 16 17 18 حتى 20 سنتيم ندو البندانة الأخرى الشارط اللي نديروه في البندانة من الأمام العرض التاعه 10 سنتيم والطول انتاحه 50 سنتيم إلا راح القماش متوفر عندك تديري حتى 55 سنتيم إلا كنت تديريه مشروع 50 سنتيم هكذاك باش كن نجو نفصله في القماش عرض القماش 5.5 يساعد 50 سنتيم من الأحسن هنا هذه المدرة السيداتي عملية وتساعد في الخدماء تساعدك ساهلة وجاية قاسية شقل حديدية هنا الشارط اللي درناه 10 سنتيم في 50 سنتيم على 2 إلا عندك طيط القماش فيها 50 سنتيم ديري 50 أو 50 تولي مدرة في 10 سنتيم إلا ما عندك شقر يعني بقايا القماش ديري 2 50 سنتيم في 10 أو 50 سنتيم في 10 هنا سيداتي رانا نخيط فيها خيطنا من ناحية المنحنة من قصبنا هذك المنحنة قصينا المنحنة إلا عندك السرفلة سورجي ديري سورجي إلا ما عندك شو سورجي مش مشكل لو أن هذا القماش ما يستنسرش نجيبه لاستيك هنا لاستيك عندك زوج ضرق طريقة الأولى أنك تخيطي تبتيه من البداية ومبعد تكفي واحد ونص سنتيم والاستيك راه من داخل وراك تخيطي وتمشي الطريقة الثانية أنك تخيطي كفة يعني عطفة واحد ونص ومبعد ها تجيب المساك ولا حاجة حادة الدخل في هال لاستيك والدخل في هذك الكفة اللي درناها في الواحد ونص اللي درناه أنتي وش يساعدك سيدتي هنا إحنا نخيطناه بالطريقة الأولى لنمشو ونكفو على الاستيك وشنه ما تخيطيش على الاستيك خيطي فوق الاستيك يعني الاستيك يكون يتكسل بأرياحية في وسط القماش وما تنساش تثبيت على الاستيك في النهاية وفي البداية حتى هكذا كنت تجيب هذك القماش ما يدخلكش لاستيك والتطلق يعني تولي تحلي الخيطة من جديد ودخله من جديد هنا نوزعنا الاستيك بالقماش أجي تطويها على اثنان هذه القطعة الأولى ودير الحافة المنتصف من الأمام يعني نكرون نجيب الشارط هذك اللي درنا فيه 10 سنتيم في 50 وهو مطوي هندير فيه الثاني هو حافة المنتصف من الجهتين لخطرش لنا قادين نطوها على اثنان أنا رايحين نطول القطعة هذك 10 سنتيم على اثنان تولي 5 سنتيم أدري سيدتي من المنتصف القطعة هذك اللي كرونتين منها تعل البوني للشارط من المنتصف حتى الوين راه يبدو لاستيك يعني النهاية تعل البوني من المنتصف للبوني وتدير إشارة بسيالة ولا بالمقص يعني يدرك 50 سنتيم هذك تديروها من المنتصف ونهبطو من جهة 28 سنتيم تديري شارة بالسيالة أو بالطبشور أو بالمقص أي حاجة تديري بها شارة ونحبس هذك المسافة هذك ونحبست هذي بخصو نحتاجوها من بعد نخيطو شارة هذوك قبل ونعلى وجه القماش ونقلبوهم هذي الربطة اللي تتربط بها البوني من الخلف نعنا ندرنا زوج المارات مننا وملهيه 50 سنتيم نعود لك القياسات على 2 يعني 100 مفتوحة هنا بعد ما مورنا ندرنا الإشارة وين تحبس الربطة هذيك تعال الشعر بتاع البوندانا سيدتي ندرنا أنت الاختيار تقدري تخدمي خط مستقيم الخياطة تقدري ندرها منحني من الأسفل أسفل الربطة هذيك تبعي الفيديو رايح تفهميني خياطة سهلة سهلة جدا دركان خيطو الآن سنتيم واحد سنتيم حتى ندرنا هذيك الإشارة وين هذيك الخط وين يوصل للاستيك نقص الزوائد سيدتي ونقلبها باش تهلك القلب تاحا تقلبها تقلبها ياب سيالة ياب بالمقص دخلي في البداية تعو والدخل على طول الخياطة وتجب ديه بطريقة سهلة جدا تخرج لك الخياطة أنا ندرنا خياطة يعني شق المثلث هي اختيارية بقيت مثلث بقيت تخيطيها عادي بعد ما قلبنا هذو كزوج الحافات اللي من جهة اليسرى اليمنى نخيطو هذك على اثنان وعشة سنتيم على اثنين ولا تخمسة سنتيم نخيطوها على الليل بوني وراها مجدودة في المنتصف اللي من قبل رانا ورينها لك سيدتي اجي كم ريق لأ مليحة هنا اللي عندك السرفلة سورجي ديري السرفلة لانتاعك إلا ما عندك تعاف دك الان سنتيم اللي خيطناه واحد سنتيم اللي خيطناه نعاودو ونخيطو عليه احنا بالعامية نقولو نرقدو الخياطة هاهي كملت البوندان انتاعك وجهت الشباب خدمة فيني وتكاليف بسيطة ديرتلك 20 سنتيم من الاستيك والغماش 50 سنتيم دير لك ثلاثة بوندان من هاد القياسات وهذا الموديل يعني 50 سنتيم راه يدير نورمال ما بين 30 و 35 للمترا 30 نص مترا 15 نديروها الفرا كلاستيك 16 دارتلك ثلاثة بوندانات على الاقل تبيعهم بسومة الجملة 20 الف شوفيش حركي رابحة ان شاء الله تكوني استفدتي وتبدأي مشروعك لهذا الشتاء وابدأي من الان من الان اتقولي لي وين البيح مسيداتي اول حاجة تبدأي بجاراتك تبدأي بالحمامات تروحي للحمام تحطي عند اللي تبيع في الحمام تحطي عند ها اتبيع لك وفي الاسواق الاسبوعية وفي الاسواق اليومية وفي الذكاكين الاحوانيت اللي بيعوا الخمارات وبيعوا الحواج تعال الحجابات ومن نكاليرا مختصين في هذا المجال تطرح عليهم الموديل تاك والتكليع لله ما تنساش الاتقان والامبلاج يعني في كل خمس حبات ولا عشر بوندانات نديرهم في صاشي متحوفاء ورهم متوفرين صاشيات تكتبي بيهم ويعليهم الاسم انتاعك ولا اسم النامر والهاتف تاعك ولا ما هي الشرط تكتبي اسم المشروع انتاعك بوندانات الشعر ان شاء الله نكونوا في دناك وتبدأي مشروعك والارزاق على الله